صباح الخير وأهلا وسهلا بكل متابعين دنيا دنيا صبحية مع غادة من مكان جدا مميز مكان قريب إلى قلبي لأنه عم بيعطي مساحة كتير كبيرة للرياديات وللجمال والأزياء والثقافة أنه يلاقوا مكانهم في هذا المكان الجميل فيلسين بداية رح أحكي صباح الخير ليس مين صباح النور غادة كيفك؟ أهلا وسهلا فيكي نورتينا اليوم شكرا يلا خلونا ندخل إذن ياسمين كتير بحب فيلسين لأنه عن جد بحسها مساحة مفتوحة للفن والإبداع والأزياء والجمال شكرا لك لك لدينا هاي سهيد هاي كيفك حبيبتي شكرا لك شكرا لك لتأتي شكرا لك لديني وهلا هاي كيفك شو أخبارك تمام شكرا لك شكرا لك شكرا لك هو أعمال зачем There's our passion project إذاً something we created What Friday are few years ago now And we created it to fill a gap So that things were more relevant In the fashion and lifestyle community Because sometimes When you look at international publications They don't actually make sense to us So we thought we'll create something Of an international standard But we'll create it for Jordanian women And that's how it started And to be honest كما يقولون بأيدي وحدة لا تزقف وأنا لدي بعض أشخاص جميلة في سين وأنا سوف أعطيهم الآن ونكمل يومنا بالأمور اللي نحن نغذيها سواء كانت قراءة وكتابة مقالات سواء كانت أمور كل مرأة بتعتني فيها لأنه نحن بنفسنا إذا ما وجهنا هذا الأشي أو عشناه نحس أنه مش ضروري مثلاً فإحنا دائماً نحاول إنه نعمل إنه زي دائرة متكاملة تكون سواء كانت بالأخبار بالصحة بالجمال مثلاً الآخر أخبار الفاشن طبعاً وماذا يحدث في العالم الفاشن عنا كمان ولنس كمان وعنا كمان كتير إفنت بتصير عنا بالفيلة حسب الأوقات السنة وهيك وهلا إحنا قريبين على نهاية السنة فكمان بيكون في عنا معارض معينة مرات بيكون في عنا مقابلات توقيع كتاب فهي يعني بقولك هو أسلوب حياة بسين يعني كل يوم إحنا منتفاجأ بأشياء بتفاجئنا ومنخليها جزء من سين يعني هذا اللي هو خلسين تكون مجلة إلها نبض يعني هي مش مش إشي دائم وهذا لأ فيه تغيير دائماً وأظن هذا هو المخلي الاستمرارية التغيير أكيد طيب يعني إذا عم نحكي إحنا عن نشاطات ثقافية هلا إذا عم نحكي عن توقيع كتب إذا عم نحكي عن محاضرات توعوية أو محاضرات للتثقيفية بكتير مجالات عم نحكي عن مساحة مفتوحة أمام كل الأشخاص لحتى يقدروا يستفيدوا من كل الزائرين والضيوف اللي إنتوا عم تصدفوهم تحكي لنا أكتر على البوك كلاب تحكي لنا أكتر عن هذه المحاضرات التوعوية والإيبنتس؟ هلا نحنا يعني إت إفولفت الموضوع إت إفولفت من إنه إتس أن أونلاين ماجازين شوي شوي إتطور الموضوع لحاله تحكي لحاله كبر البوك كلاب فكرة صغيرة بلشت عشان كلاتنا منحب نقرأ فقلنا ليش ما نجمع ناس زينا بحبوا القراءة ونتناقش بالكتب يعني بتلاقي ملان في عندنا ليديز بعمان عندهم بوك كلابز وبيعدوا بيجتمعوا بس حبينا نحنا إنه توبن إت أب نخليها يعني مش بس لدائرتنا المغلقة صاحباتنا لا نفتح إنه إحنا عنا هاد الكتاب مين بيحب يشارك يجي متحدث وطبعا كبر صار يجيب يعني صورنا عنا كوميونيتي بصطفة كبرت يعني ناس ما منعرفهم أول مرة تعرف عليهم بس صورنا صاروا أصحابنا صار يجيوا كل شهر وعني صار موضوع البوك كلاب بالنسبة للأشياء الثانية المحاضرات يعني مثلا منحب نجيب أشياء الليتست يعني إذا فيه أشياء يعني جديدة سمعنا عنها وذر هون أو برا منحاول إنه بطريقة معينة نعرف عليها السوسيتي هون إذا هن ما كانوا سامعين عنها نحاول الطريقة نفيدهم فيها يعني نشرح لهم كيف ممكن يعني نتوسع عن الأشياء اللي إحنا متعودين عليها نعم تمام هون أنا لازم أسأل سؤال لسهاد أنا بعرف إنه أنت كنت جزء لا يتجزأ من كتير من المشاريع اللي فيها ليس فقط يتجزئون الوحيدة لكن أيضا يتجزئون الوحيدة وخاصة بما يخص تمكين الشباب بالفاشن والأزياء فبحب أعرف منك وجهة نظرك بهذه المشاريع اللي أيضا كمان رؤية كانت جزء منها واللي بتعطي تمكين كتير كبير للشباب لحتى يبلشوا يحطوا خطوتهم الأولى على الطريق الصحيح بما يخص الأزياء وأدية مهمة مضبوط، نحن نمتحه الكثير من الوقت وناس وروية بالطبع تتجزئون الكثير من الانتظارات للأجلس ويعتقد أن ما يمكننا التساكد إلى الأزياء هو التجزئون نفعل الكثير من الناس ومع الكثير من الناس ولدينا مناسب ومع الكثير من أعرف ولكن لإعطاءهم المواقع التي لا يمكنهم أن يفعلها بشكل صحيح. لا يمكنهم أن يذهب إلى مرة أخرى. لذلك عندما نتحدث عن مرة أخرى في مرة أخرى، عندما نعطيهم إدارات عن كيف كان هذا المنظر يتحرك، فإنه يتحرك المنظر ويجعلهم أن يتحرك. لذلك أعتقد أن المنظر هو ما يساعدهم بشكل صحيح. جميلة. أعتقد أنك تفعله كثيراً. بإعتناء فيها، وهذا يؤثر ليس فقط على المجتمع، على العيلتها، على أداءها، على عملها، على كل شيء، على نفسيتها. كيف تعرف أن اليوم لا تحتاج المرأة الأردنية؟ احنا كصاحبات كمان قبل من نكون فإحنا نحس انه لازم يعني مثلا سواء كان بالرياضة سواء كان بالصحة سواء كان بالجمال سواء كان هذا فإنتي لما أنت بطريقة اكتر تحسسي القارئ انه أنا نفس الشي يعني أنا هيك عم بيصير معاي وكيف صلنا نعرف انه احنا وصلنا للناس وانه عمالنا منوصل الرسالة الصح من كتر الفيدباك اللي بيجينا كل يوم والفيدباك لما يجينا منصير احنا نقول اه والله انه هاينا احنا مثلا يعني قدمنا اشي جديد فشينا قلب الناس انه عارفين شو اللي بدور براسهم فلما انتي يجيكي كمان فيدباك بتحسي انه انتي عم تعملي الاشي الصح فكلو بيجي طبيعي عرفتي انه يعني هاي يعني هاي بشوكي اكتر اشي اظن اكتر مقياس للنجاح هو التغذية الراجعة او الفيدباك يعني من غير هاد الامر احنا ما منقدر نعرف او نحسب قديش عم ننجح او قديش عم نوصل وعشان هيك كمان هون هلا فيك تحكي لنا قدي في اقبال على البوك كلاب قدي في اقبال على هادي المحاضرات كل النشاطات اللي بتقوموا فيها وهادي الورشات التوعوية قدي عم بتحسي انه في عطش اذا بدك لانه يكون ونقيم هادي الورشات اكتر واكتر في كتير هلا بس بدي اعلق على تعليق ياسمين انه عفكرا المرأة الاردنية نحنا منستقل فيها بس انه نحنا very exposed وبعرفوا what's going on وهنا اوقات يعني they direct us للاشياء اللي نحكي فيها يعني منصفي نحنا حسين عليهم شو هنالاشياء وبسألونا احكوا عن هيك احكوا عن هيك احكوا عن هيك فبرضو يعني زي ما هي it's a two-way street زي ما بيقولوا هلا بالنسبرة البوكلب نحنا بلشناها اذا تجربة نشوف انه مين رح يتحمس وييجي وتو بيهونست يعني كبرت بطريقة وصار عنا زي ما قلت لك في عنا core group بيجو دائما ودائما في ناس جداد بيجو بيحكوا انه يريد تسمعنا ما اسمعنا عنكم من قبل انه في تعطش لـ discussions الانتر اكشن لقراءة يعني هي creating a community يعني انك تخلقي اه اه ايا طبعا اكيد اكيد شكرا جزيلا للكم مبسوطة كتير بهذه الصبحية الجميلة اللي قضيتها معاكم واكيد دائما نتطلع لكل النشاطات والفعاليات اللي بتقوموا فيها بي سين هيك كانت صبحية مع غادة اليوم هلا بنرجع لزمناءنا بالستوديو اشتركوا في القناة